اشتركوا في القناة عم نضو فيه على مجالات عديدة ان كان من ناحية الفنية من ناحية التمثيلة الصحافة بالمجلس النيابي اشخاص كمان مرقوا معنا رئيس جامعة كل الاشخاص اللي عم يمرقوا معنا عم بيضو على منحة الرسالة اللي هني عم بعشوها بحياتهم اليوم ببرنامج مرسلون في العالم قررت يكون في عندي كمان ضيف مميز وهيدا الضيف يلي رح يكون موجود معي رح يكون عم بيطال كمان شريحة كتير كبيرة من لبنانيين دخلوا بهيدا المجال وعم يناضله من اجل الوطن المشاهد اللي عم بيشوفنا اليوم عبر الشاشة بيفكر دايما انه هو قاعد بامام بقلب بيته لانه في حدا حميه وهيدا الشخص يلي عم بيخود هيدا المجال شخص انا كتعم فكر اليوم الصبح انا وجاي على الطريق قلت انه مصيره مجهول مصيره مجهول لانه ما بيعرف حاله اذا رح يعيش او رح يموت وهيدا المصير طبعه كرسه من اجل وطنه اكتار من اللبنانيين يلي بيفكروا انه هيدا مجال يمكن هين ومجال يمكن اوقات بعض السياسيين او بعض الطبقة السياسية بلش تدق فيه لحتى يقولوا انه لازم ناخد من معاشاتهم لازم نفكر كمان كيف نحنا لازم ناخد منهم كيف لازم يكون ننسى انه هنه اشخاص ناضلوا من اجل وطن وعم يدفعوا التمن عم بيسأل ضيفي قبل بيكون عم بطلع بالحلقة ارجع الزبت سبت اكتر واكتر معلوماتي انه هيدا الشخص يلي عم يدخل لهيدا السلك شو واجباته واجباته يكون عم يحمي الحدود انما صار عنده تجاذبات عديدة صار عنده زج بقلب مطارع عديدة منشوفه عم يحمي كنيسة منشوفه بقلب مطارع داخلية عم يكون عنده ادوار اخرى ومشكورة عليها كتير بس الدور الاساسي بيبقى انه نحنا بيحمل عنده راية كتير كبيرة ونحنا بنحترمها يلي هي الشرف التضحية والوفاء لهيك اليوم قررت ببرنامج يدوي على الرسالة اللي بيحملها الجيش اللبناني العنصر اللي بجيش اللبناني وقلدن كل الضباط يلي بينتموا لهيد المؤسسة العسكرية خليني بالبداية مطول اكتر بقلب مقدمة تبعي ويكون عندي بقلب ضيفة موجود بقلب استوديو هون كون عم برحب به العميد المتقاعد انطوان ابو صامرة اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا فيك خليلي شكر كبير لالك وللازاعة وتحية للمشاهدين بلشت بالاول بالمقدمة تبعي حتى فكر انه ما بدي ضوّع على كل الموضوع بترك الوقت لالك بس انا هاي ده قناعته وهي ده حب كتير كبير لوطني وحب لجيش اللبناني يلي كتير انا بيحترمه واليوم يمكن من المؤسسات الموجودة اليوم بالدولة اللبنانية الشريفة واللي عم بتضحي وعم تعيش العطاء هي المؤسسة العسكرية خليني بلش اول شي معك جنرال نعرف عنك مين انت من اي ضاعة انا بعرفه المعلومات بس خليني كمان مشاهديني يتعرف عليك اكتر واكتر الله يخلي انا من حمانة ضاعة بالمتنة الاعلى قضاء بعبدة درست بالضاعة وكملت الزاستة بالمدرسة الحربية اللي كان اسمها المدرسة الحربية واللي صارت اليوم اسمها الكلية الحربية وتخرجت بسنة الثلاثة وتمانين انا من دورة الثمانين الثلاثة وتمانين وتخرجت بثلاثة وتمانين ومشيت بطريق الخدمة العسكرية بمجالية عدة وترقيت من رتبة لرتبة وتصرحت او قدمت استئلتي سنة الالفين وثناش وطلعت على التقاعد سنة الالفين وثناش برتبة عميد كمان بالنسبة للحياة العائلية جنرال كمان حضرتك متأهل وعندك كمان ولدين والحمد لله خلينا كمان نعرف عن عائلتك كمان انا الحمد لله متأهل من هدى القزة وعند ولدين يقضروني لونة وآدم اكيد ما تجعلهم تحية الله يخليك جنرال اليوم اكتار من الناس اللي بلشوا عم يتعرف عليك هلأ عبر الشاشة ببلشوا يفكروا انه اليوم عميد متقاعد بالجيش اللبناني لا موجود معي بقيد الحلقة اول شيء يلي ما بيعرفك انا اليوم خبرتي اللي هي جدا متواضعة معك وبيفتخر فيها اكيد ببلش فكر معك ويعرف المشاهدين انه اليوم حضرتك حمل رسالة خلينا احكي بشكل عام بالاول شو هي الرسالة بالنسبة للك نحنا عم نطلق من برنامجنا دايما لأول البابا القديس الراحل البابا يوحان ابوله ستاني اعطى للبنان دور كتير كبير وقال رغم كل اللي عم نعيشه اليوم ما بدي احكي اليوم بمجالك رح نتركها للفقرة التانية يعطيها وقتها بس لما نحكي اليوم نحنا عالمجال يلي هو الرسالة اعطانا مقولة يلي هي لبنان هو اكتر من وطن انما هو رسالة سلمنا مهمة كتير كبيرة واليوم على صعيد اذا بدي احكي الشخصي على صعيد الكنسة اليوم كيف بتعرف الرسالة بالنسبة لك شو هي الرسالة خلينا نطلق من قول البابا لبنان اكتر من وطن هو رسالة شو ليش ايه لعنه هايك لانه لبنان وطن مميز عنده مهمة او وظيفة مش موجودة باي بلد تاني عنده وظيفة التعيش عنده وظيفة اللقاء للأديان عنده وظيفة الحوار للأديان فاذا ان الرسالة هي بس تقوم بوظيفة مميزة عن كل الوظائف الاخرى وتكون البدل لقاء هالخدمة اللي عم بتقومها لا يتناسب مع حجم العمل اللي عم تقوم فيه يعني اليوم عم يدفع لبنان تمغالي هالتعايش هالتماسك بين الابناء الوطن ولكن هايدي المهمة تفرض انه يكون مميز بالعالم كله ليش ايه لعنه رسالة لانه ما بتشبش ولا دولة بالعالم فيها هالكل هالتواف متعيشين مع بعضون وباقل ضرر ممكن نقول ما في ضرر حصل اضرار الحمد الله وتخطيناها وتجوزناها ومشاء الله لا تتكرر ولكن الامل بانه هالرسالة تنمى وتزيد وما نوصل لمحال نرجع من المرء باللي كنا فيه طيب انت على صعيدك الشخصي ببداية حياتك قبل ما اصل للمرحلة الالتزام بمؤسسة العسكرية شو رسالتك بتحس شو دورك بالحياة ان كان اكيد اتجاهك نحول الالتزام بالكنيسة بعرف انا عائلتكن اليوم هالعائلة العيشة بخوف الله تربيت مع اهلك ابن ضيعة ابن جبل اكيد اليوم اهلك كان فيه دفع لك من الاول انه لكنيسة 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 بغض النظر عن اليوم اللي عم تقوم فيه بوجباتك الكنسية ورح نحكي شوي كمان اكتر التزامك ببعض الاشياء اللي بتتعطيها مع صعيد ادور متركها شوي صغير اللي بعدين بس الرسالة الاول بلشت كيف حملها اليوم باول حياتها الرسالة بلشت مع التربية شو اي نوع من التربية اللي تلقيتها تستخلص منها رسالة معينة اللي تقوم فيها وتنفزها بعدين اليوم ارتباطك بالارض تربية اهلك لقلك بمحبتك للارض تجعلك انك تقوم برسالة اليوم على الحفاظ على الارض تمرق بمراحل معينة بربوك مثلا على نمط العبادة الاسبوعية تجي بتلاقي اليوم رسالتك انك تكمل المسيرة وتنقلها منك لولادك اكيد عن اناعة هاي اللي عم تنزرع فيها طبعلا تكون ما في شي فيك تقوم فيه بها الحياة بسهولة ومدون تعب الا اذا كان عم تقوم فيه عن اناعة الشغل اللي بتقوم فيها غصبا عنك ما فيك اول شي تنفزها بطريقة منيحة وتاني شي برا دا اكتير انا كنت اقول له للشباب اللي معنا اللي كانوا يجوا خاصة بفترة الخدمة الاجبارية يجوا يجاي من غير حياة يبلشوا يلاقوا صعوبات الحياة العسكرية وما يتقبلوا وبدون يفلوا وبدون يتركوا وبدون كذا قلونا يا شباب انا هالسنة اللي جايين تمضوها اجباري ما في عندك خيار تقبلها انت اللي تقدر تقوم فيها وتكون مرتاح وتفل بعد سنة من دون خسير من دون ما يكون فيه سببت اضرار للك جسدية ومعنوية وبتكون قمت فيها على اكمل واجه وبتروح تفل ومرتاح اليوم اذا ما كنت عم تقوم بواج بيتك باناعة رح تلاقي صعوبة كتير لتنفيزها طيب والقرار يعني اليوم انت عشت هذه الحياة اللي هي من خلال التربية مع الوالد والوالدة ومن بعدها وصلت لمرحلة صعر قرارك حر وصرت براك تاخد قرار انه انا بدي شوف عندي خيار نحنا بنوضع قدام خيارات عديدة وامنا نكون موجودين قرارت تاخد التزام بمؤسسة عسكرية سؤال ليش شو اللي دفعك تكون موجودة هل يترى الرسالة اللي كانت موجودة بتتلاقم جوا يعني بيناسبوا بعضهم ولا شي مختلف فتت لجوا اليتشي مختلف تماما جوا يمكن يعني بيصير في عندك بعد خاصة كنت عم تقول بالأول انه انت من حمانة يعني انتوا اليوم عايشين فوق عايش مشترك لانه فيه مسيحيين ودروز وبتعرف انه عشتوا كمان تهجير رجعتوا برا المصالحة يلي صارت بس جوا بتفوت على مؤسسة العسكرية لابل بعد البكاري بيكبر سنة وشيعة ودروز وبتلاقي بعد لكتير هل خيارك تتنقي هيدا لا لكن خيار هيدا الشي خلي بيالك شغل يا عبونا انه اليوم بيكون عندك حلم بيكون عندك حلم عم تحلم بمؤسسة معينة كائنا من كانت هذه المؤسسة نحكي واي على التالي ما نروح كتير بالخير اي مؤسسة وخلال تجربنا كلنا بتفوت بحلم انه هادي المؤسسة المعصومة عن الخطأ التي ما فيها ولا اي تشوية بتفوت تتفاجأ الى حد ما بس الاقلية لحد تري ما تدعي الكمال الكمال لله نحنا صحيح عنا شوية شوزات ولكن نبقى المؤسسة الانظف ونبقى المؤسسة الانثل بمثاديتنا بعملنا بتجربنا بكل شي بانعاتنا ما بنا ندعي الكمال لانه الكمال اللي كل المؤسسة وفيها مشكلة منرجع لقصة الحلم انا كان عندي لاش خطر كان عندي حلم من طفولتي كان انا وصغير حلم اني اعمل ضابط بالجيش وزادت هال هالحلم تنمى وكبر بحكم جيرتنا للسكانات كان السكنة بعيدة عن البيت لا تتخطى المئتين متر وشوف قوعك اليوم على صوت الشباب المغوير اللي عم يتدربوا وصريخوا وننشيدوا وبين الالاين اللي حتيلي يقلك انا انه كان من اساس عندي حياة او خيار الالتزام ما كانش عندي ولا مرة خيار دون التزام بانتسابي لا اي مؤسسة وقت ملاويت انا قدمت على احدى الرهبانيات عن خور وما كنت تسنيلي ان يكون من الجيش الاسود رحت عالجيش الاخضر انا بقى بالاساس عندي ميل للالتزام بمؤسسة عند قوانينة لانه شخصية تركبتها هيك بحب القوانين بحب النظام بحب الترتيب وهيك اخدت الخيار سيئبت انه اخدت الخيار التاني وخيار الاخضر والحمد لله كانت خير الله بقيت بحيلي اني امت بوظيفتي راضي ضميري وراضي قدرت الله راديين وكيف والحمد لله جنرال كمان انا بدي دوي على فكرة لفتتني كتير انتو عم بتقول انه اليوم بفوت على مطرح بتفاجأ بس المفاجأ اقل يعني اليوم نزاهة ونضافة المؤسسة العسكرية اكيد وطحية لكل الضباط ولا قائد الجيش يلي يمكن عم بيدلون يحافظوا كل قائد الجيش بيجي بيحافظ على نزاية هالمؤسسة اكيد عنده دور كتير كبير للحفاظ على هيدا الشيء اليوم لما شوف المس ببعض الاشياء اللي عم بتصير مش من زمن كتير طويل بلش في حديث عن المس بالرواتب وبسندوق التعويضات بالاشياء اللي عم بتصير وببعض المظاهرات اللي عم بتصير يعني بلش عم بيدقوا اذا بدي احكي يمكن اني على صعيد كل المؤسسات العسكرية بس انا بدي احكي اليوم عن المؤسسة اللي انت بتنتمي لقل طيب اذا هي اقل ضرر وهالاد عم بيطلوة كيف اذا الاكتر ضرر يعني فليوم كراءتك يلي عم بيصير على السيحة بعرف ان احنا بنحمل هيدا الرسالة ومحبتنا كتير كبير للدولة البنية اللي عم تشتغل يمكن مظبوط رغم كمان بعض الاشخاص بيفوتوا على هال المكان وبيتفاجعون بقول الخي انا لوين شاي كمان طيب هال العسكري وفي عندي سؤال من بعض ودغري كتير حملوني انا في بعض الاصدقاء كتير مهم كمان حتى يجيوا على الاولين ولا باهم لا بدنا على الاولين اول شي على الاولين هذا اللي عم بيصير ليه عظيم خلينا نطلق من محل معين انه نحنا كلنا مقتنعين عناصر عسكرية انه الدولة بوضع شوي حساس كتير حساس طيب نحنا اليوم عم كنا بوقت من الوقات عم نقدم حياتنا في ديئة الوطن وفي ديئة الالدولة إذا جينا لقينا أن الدولة بحاجة لبعض الماديات لحتى اللي ترجع توقف على الجاية كون أكيد مش راح ندخل عن بحيالة شي بيطلبوا منا ماديا دي كنا بقدم أرواحنا إنما قبل هذا نحن تمنياتنا تمنياتنا كانت وهلأ تصرفتنا وتحركاتنا على الأرض هي الدعوة لا قبل ما تجوا تدقوا بمعاشاتنا واللي هي حقوقنا واللي هي من الحصومات اللي حسمتوا علينا خلال فترة خدمتنا حسمتوا لا ترجع تبدونا أيهون اليوم بالرغم من هذا كله مستدين ننضحي ونقدم من بعد ما تكونوا منعتوا كل زواري الهادر والبزخ وأخدتوا حقوقكم من المخالفين بالأملاك البحرية بالتهرب الضريبة بالدخول الغير شرعي للغراض بالتهريب يعني هادي كلهم بس يجمعون ويردون وياخدون من المخالفين وبقت الدولة مكسورة كون أكيد نحن رح نتبرع رح نتبرع بس اللي بيقلمنا إنه بلشوا فينا بلشوا يخصبوا مننا قبل ما يجيبوا خليني أقول قرش واحد من اللي لازم يجيبوا منه مصاري خليني نشوف حرامة بيقولوا كتير هنه بيقولوا نحن عم نكرر بيقولوا هنه بيقولوا كتير إنه في فساد وفي حرامية والبلد منهوب مش مفلس طيب هنهب خليني نحطوا بالحبس هي مطلبنا وبعدين إذا بقي في نقص بتمويل للدولة معنا نحن أبدا نتركع عن إنه نساهم ببناء الدولة بمادياتنا مثل ما كنا بوقت من الأوقات مستعدين إنه نضحي بأرواحنا لحتى اللي نحمي هالدولة ونحمي هالوطف جنرال أنا معك بدي أول شي وجه تحية لك لفريق البرنامج اللي بيشتغل معي نحن هيك في معي فريق أعداد كنا عم نشتغل سوا ومنتناقش ببعض الأشياء وسيقبت كان معنا أصدقاء عم يسألوا وطرحت قدامهم إنه أنا بدي يكون معي شخص بالجيش وتناقشنا نحكي بهذا الموضوع طرح معادلة إنه اليوم عنا قطاعين بلبنان الكطاع الخاص والكطاع العام هالكطاع الخاص يلي عم ينفرض على دراية وإلى آخره بيطلع ما عنده شي يكون بيرصيده بكتير مطارة بينما الكطاع العام يعني أنا اليوم كعسكري مش رأيي هيدا هيدا رأيي الناس اللي بيحكم معهم لأن أنا في معي كان ببرنامج السابق بنتنزل تعمل هيك ريبورتاج عالطريق سألت هالمرة مدوم من مرق ريبورتاج سألت الناس حتى تشوف طيب أنا اليوم كشخص عسكري بالقلب المؤسسة العسكرية بالجيش اللبناني أتقادة راتب حسب خدمتي طيب بعد الخدمة عم يطلع لي تعويض كان به لا بدلني أنا أقبض لمدى الحياة ناطرين هيدا الحلقة ليكون في رد من قبلك حتى يعرفوا هني كمان أنه في سؤال للكطاع الخاص عنده المنظومة طبعه إنما الكطاع العام يلي هو أنا انتمائي لهيدا المكان أنا بقبض راتب حسب خدمتي بعد ما اتصرح بقبض تعويض يلي هو قالولي أنا تعويض بيكون كتير كبير ما بعف مضبوط الكلام وبدلني اتقادة راتب تبعي ما عفزا هو ذاته لمدى الحياة لبل إذا كان فيه البنة العزب والبيت بدلها تقبض إلى آخرين يراد بيكون فيه رد وتوضيح لهيدا الموضوع صحيح أول شي نحنا الجندي المجهول بمؤسستنا دوره كتير مهم وعنده ناصب تذكاري بنحط له على طول أكاليل الغار على بكل مناسبة كمان نواجه تحية للجنود المجهولين معك بالبرنامج من دون معرفة بس نواجه له تحية كبيرة بالنسبة للسؤال اليوم السؤال هذا القنون يعني بدي أقل لك مثلا اليوم 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 يحسم على العسكريين بالخدمة الفعلية بحدود الخمسة عشر مليار ليرة حسومات تقاعدية ليقبضون بس يتقاعدوا خمسة عشر مليار هاو بحق اللهم فيهم عم يحسمون عليهم لحتى اللي يرجعوا بعدين ياخدون بس يتقاعدوا النظام التقاعدية هو يعني بس عفوا بين هلالين اللي عم تاخدوا أنت بالتقاعد هدا حقك أنت لازم تاخدوا من قبل هاو محسومات 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 حسمت على من مريت بأنا خلال الخمسة وثلاثين سنة اللي خدمتن كانوا عم يحسموا علينا شهريا محسومات تقاعدية هادي إذا أحسنت إدارة هالأبابالغ هادي الكبيرة هو المشروع بمو وينحاله وعنده الأكتفق الزيتي لحتى اللي يرجع يعطينا طويضاتنا بعدين معاشاتنا بعدين لأن هذا كمان كانوا عم يدقوا فيه حتى للأسف الأبوال اللي عم تنحسم مش عم تبين عم تستعمل بغير محل أو استعمل بغير محل إجوا لوقت اللي بده يدفعوا الطويضات والمعاشات التقاعدية الصندوق فارز من شان هايكي وقعنا بأزمة ضمان الاجتماعي كمان ما بنفوت بهالزوريب هلأ في بقل لك أنا إنه المعاشي التقاعدية أو التعويض بده يكون خدم عدد سنين معينة تتخطى تتخطى هلأ نحنا كمان قلنا حق أربعين سنة بالنظام التقاعدية طبعنا في أربعين سنة ما بنقبضهم التعويضات بيضلوا ضمن الدولة هايدي من فيدتهم كمان لازم يمولون المعاشيات التقاعدية وفي كذا قصة نحنا اليوم بكذا محل بخلال حياتنا العسكرية وصلوا إنه بدون يعملوا زودة للقطاع العام لقوا إنه الجيشة بدون شيعته وقال بيكبر معاشيته مشان بعدين التعويضات التقاعدية قاموا نزلوه تحت أسماء مختلفة بس هو حقه الموظف البدني أخده أخده بيطاويده أخده بيضمن ريتبو نحنا حطوه إضافات للريتب لحتالي ما نستفد منه بمعاشي التقاعد هلا عم يخلق لنا مشكلة كمان لحتالي يشيلون ويلغون فالموضوع مش هالقد مثل ما عم يتصور للعالم بيقولوا لك عم يخد شوفير الزابط بيطلع له شوفير وعم بياخد من الدول بس الزابط اللي بياخد شوفير عم ينقص عم ينقسم علي مليون ليلة شهرية من ريتبو يا بتقبض مليون يا بتاخد شوفير يعني هدا المعاشي تبع الشوفير اللي عم يجي لعنده الشخص الواحد يعني العسكري اللي عم يجي لعند الزابط عم ينخسم من ريتبو لعند الزابط يعني كنت عتدفع له ايه صحي بينما اذا بناك تيجي الهدن اللي عم يعترضوا والايمة تونسيسيين طالعا عداش عندهم مرفقين وعداش عندهم حرص ومش عم ينخسم شي من ريتبو وبعبو بعبو بيشحنوا المواطنين بيصورونهم الصورة طبعا انو نحنا عم نستفيد دون شارع ودون غير رسمي لا حقنا حقنا عم تحصم علينا والتقاعد عم تتراكم اليوم الساعة اللي بيكون عم يخدم شوف مش كل التقاعدات كمان مش كل التعويض الصرف عم تكون مبارغ كبيرة عندك عالم عم تطلع عم تطلع بال يعني من بعد 18 و 20 سنة خدمة عم تطلع 40 او 45 مليون ليرة مش انو ماشي بس انو مش هيك المبالغ الكبيرة يعني اليوم بعد 20 سنة اذا واحد اخذ 20 ألف دولار شو بيعملونه معلش يعني انو في في جزء مثلا انو يا با شايفينوا طيب ما هاودي كمان هاودي محصوم عليهم وشاطون محصومات وعم ياخدوا منهم راتب العسكر اللي عندهم خدموا عشرين خمسة وثلاثين اربعين سنة بين الخمسة وثلاثين لسبعة وثلاثين سنة خدمة بظروف امنية معينة بظروف انو كانوا يطلعوا من البيت ما يعرفوش اي نهار بيرجع حيالة موظف بالشركة الخاصة ولا بالشركة ولا بالمؤسسات الدولة المدنية بيطلع ساعة 8 بيعرف انو ساعة 2 بيرجع الجيش ما بيعرف اي ساعة بيروح ولا اي ساعة بيرجع وخاصة انت انت كباي كخاي كابن انت بدونيك اهلك انت بدونيك ابنك انت بدونيك ابنك انت بدونيك امك انت بدونيك اختك بس يكون في مشاكل بالبلد بس يكون في حرب بس يكون في في البيت وادربيت وكذا بيحاول اوقات كلهم انت بتروح على مركزك على الخدمة بتروح ما بتعرف ايه نهار بترجع يا ما اعدين بفترة معينة بس لانه كنت بعني عزيبي اطلع انا اقعد شهر ما انزل ما ارجع على البيت مش عارف اذا بترجع اه وبعدين بصراحة بصراحة ابونا عشنا فترة نحنا عشنا فترة وخاصة بالرطب الصغير وقت كنا مليزم اول نقيب عشنا فترة انه تطلع بالمهمة بتعتيف الحلق انه هي اخر مهمة عم تطلع فيها ترجع تعمل عيد طب ما هاو دي كلهم بينسون مبارح مبارح وقت اللي صارت حادثة ترابلوس نسوا التعويضات طب انه بس مطلوب منا نحنا نموت بتتفكروا فينا بتتفكروا فينا ايجابيا بس نرتاح لنا 48 ساعة او جمعة بدون مشاكل بدون قويس بتقوموا قيمتكن علينا لا جنرال نحنا رح نتابع البرنامج اكيد رح نترك القسم الاكبر رح نحكي كمان عن الخدمة وكيف بتكون رسالة بس رح نريحك شوي صغيرة رح ناخد بريك صغير ومن بعد اكيد رح نتابع البرنامج عزيزي المشاهدين برنامج مرسلون في العنرم يحيكمل معنا بلشنا بالفكرة الاولى عم نتعرف على ضيفنا العميد المتقاعد انطوان ابو سمرة وايضا تعرفنا عليه وشفنا كمان اليوم الرسالة بشكل عام والصعوبات يلي عم بتعيشها المؤسسة العسكرية بالفكرة التانية رح نكفي انا وييكم مشاهدينا لحتى نشوف كيف المؤسسة العسكرية او كيف الخدمة بتكون هي رسالة كمان بريك صغير ومتابعين معكم برنامج مرسلون في العالم اعزائي المشاهدين متابعين برنامج مرسلون في العالم مع ضيفي العميد المتقاعد انطوان ابو سمرة بدي ارجع رحب فيك جنرال بحلقتنا دوينا بالفكرة الاولى عنك حكينا شوي وكشفنا كمان الرسالة بشكل عام اليوم بنا نفوت اكتر واكتر بانخراطك بالمؤسسة العسكرية وايضا هال الاندماج لما فتلى جوه هاليا تورا بيكون في رسالة حبات كمان هيك مناقشتي مع المخرج حبات كنا عم بيقلي قليل من المرات يلي بيدوع هادا شي انه مؤسسة عسكرية ورسالة بعاد عن بعضا لا لا بالعكس بالعكس هي الرسالة بحد ذات هاي دي شغلة بس انا بدي بلش بسؤال انطلق منه هادا بيهمني كتير كيف اليوم خدمتك اليوم ما كنت بس يعني جند اليوم كنت مسؤول عن مجموعة واليوم بتعرف انه هالعلاقة المحبية اللي بتكون وفي عمليات اوقات هالفوقية كيف اليوم بمطرح مسؤوليتك المسؤولية بتكون خدمة مش تسلط زكارتني بشغلة انا كانوا 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 المرؤوسين تابعي يعني العناصر اللي كانوا متولي امرتهم كانوا يلقبوني بالسهل الممتنع انه تعاطي معهم باخوية مطلقة تعاطي معهم بمحبة لالاخر بس ستجي الاوامر للتنفيذ بحزن ما في مجال كانوا يقولوا لي انه 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 ما تخافوا من ال هو الفعل بيدال ظقركم وبييدال ! او بيدال من العاضي واهرته لانه بيخاف انه اذا اجب ليطلب منكم شيء مستنافذوه سيدون ماغادر يعطيكم الاوامر بان ماان اقولوا انه ان يخافوا دايما انه الي بيقود يدحك معكم ويجعتون معكم وبعملكم معنى اخوية لانه يعرف حاله هادا الزالم كليس اburقو قادر مoglyنوا وينفذ المهمة اللي مطلوبه منه بعدين هايدي شغلة بده تلقص بعين الاعتبار لانه نحن منجي من المجتمعات مختلفة منجي من بيئات مختلفة منجي من طوايف مختلفة ومنتلاقي العناصب بتروح على المعهد الاعداد العفراد والرتبة بيروحوا على مدرسة الرتبة بتعد الرتبة وتلميذ الحربية بيروحوا على اليوم صار اسمها الكلية الحربية مثل ما قلنا لإعداد الضباط بيجوا من أماكن مختلفة من بيئات مختلفة من عقليات مختلفة بيبلش الاعداد المنوي اللي يدامجونه وتوحيدون نحاول فكرة معينة يدفع عن الوطن وقداش بتنعو كمان هاي بقول انه لابد من وجود بعض الشوازات بس الأغلبية المطلقة بتقتنع وبتنفذ بقناعة وهون بتصير انه سهولة الأمرة وسهولة التنفيذ بعناصر مقتنعة بالمبادئ اللي تربوا عليها واللي لأ أنتونيا هذي خلال تربيتهم وهذينهم بالمعاهد جنرال انت كنت عم بتنرجع أتذكر المشاهدين دخلت على المدرسة الحربية بأي سنة؟ تمانين تخرجة تلاتة وثمانين تخرجت بتلاتة وثمانين بس الخدمة الفعلية كم سنة؟ الفعلية هي بتبالش من يعني قطع القلوية اللي كانت منتشر على الأرض خدمت بالمغوير خدمت بالحارة الجمهورية خدمت بأفواج المدفعية خدمت بفوج المضاد للدروع مرأت بكل بأغلبية وخدمت بمحاية العسكرية كانت خدمتي بعمليات الإيادة بعمليات إيادة الجيش وطاعت من هونيك بس من أول ما كنت عم تحكي هلأ صرت عم بتعدد بين كلمة وكلمة عم تقول خدمت 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 يستعمل بقلب مؤسسة العسكرية هالكلمة خدمة الخدمة يعني أنا اليوم أداة بحمل بحياتي تواضع عم بخدم الآخر مش عم يعيش السلطة يعني عم تلاقب مع أول سؤال حكيني لهيك أنا عم بقول أنه كيف فعليا اليوم تقدر تحيش رسالة جوا من أي ناحية بأي طريقة أبو دم هي الخدمة الرسالة هي نتيجة الخدمة اللي عندهم فيها يعني اليوم خليني أقول لك شباب نحن صحيح أنه مؤسسة عسكرية بس طلع بالمهمات المنوفية عندك المهمات الإنمائية من تجير يطلبوا من الجيش يساعد بالتجير يطلبوا منه تنظيف أثارات كله هاي دي مهمات إنمائية عم تقدي رسالة للوطن لإنماء الزراعة لإبراز محاسنه الأثرية في عندك المهمة العمرانية بس يتدمر جسر بس يتدمر جسر مين بيجوا؟ بيجوا بيطلبوا من فوج الهندسة مثلا ولا من الوحدات الهندسية بيجاج أن ترمم هالجسر عسر يقل حتى يكملوا المهمات في انتظار إعداد اللي لازم ينعد في وزارة الأشغال وغيره 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 وفي عندك المهمة الإنسانية بعد أن أعطي الحديثة عندك المهمة الإنسانية الأبرز وشوف قداش فيها رسالة بس يصير فيه كوارث طبيعية بيطلبوا من الجيش إنه يتدخر لإنقاذ العلقين بالكيرسي بس يصير فيه تهلج تخيل إنه المشاهدين لازم يكونوا بيتذكروا صورة العسكري اللي حامل ابن المقاتل اللي كان عم بيقاتل بنهر البارد ووقت اللي اتفقوا إنه ظاهروا المدنية من نهر البارد يبقوا بس المقاتلين جوا العسكر حملوا ولاد المقاتلين وساعدوا نسوانهم طي يقطعوا منطقة الوسطية بين المخيم بنهر البارد ومتلسي جايف هاي الصورة معبرة وشاعة تبعطي رسالة أسمى منها بس تبدلت تبدلت جنرال الرسالة بأي معنى إنه اللي بيقرأ نون ويلي بيعرف وعنده اطلاع مثل معنى مثل كل حدا بيتطلع إنه الجيش اللبناني يساوي كمهمة هو حماية الحدود اليوم تبدلت الرسالة أصبح بهون أنا قلت بالمقدمة طبعي أصبح هون وهون وهون هاليا ترى هاي دي ساعدت لحتى تتطور رسالته حددت من مسئولياته وعددت مسئولياته هاليا ترى منيح يكون مش منيح يكون ليش أنا بتخيل إنه التعبير الأنسب عددت من مهماته لأنه اليوم حتى هو عم بيقوم بعملية حفظ الأمن بالداخل مش عم يتلكأ أبدا إنه يقوم بمهمته الأساسية الدفاع عن الحدود مش عم يتلكأ أبدا والحمد الله هلأ توجود القائد اللي هو خبير في الأشياء العملينية واللي هو مارس كل خدمته العسكرية في ألوية مقاتلة عنده الخبرة الكافية والوافية لحد تالي ينجح بقدرة الله بيدفاعه عن الحدود واللي هو مارسها من خلال وجوده كان بعرسال بوقت وبيق القيام بالحفاظ عبد الأمن داخلي لأنه قايم كمان خلال حياته العسكرية لكذا مهمة حفظ أمن ندعيله بالتوفي وبدأ أقول هون إنه السلطة سلاح ذو حدين يا بتستعملها بالطريقة المناسبة وبترفع الظلم عن شعبك واللي أنت عم تمارس السلطة على هون أو بيقيت لك ساعة اللي بتمارس الظلم فيه وبيقدي إلى نهايتك فإذا السلطة ممارستها مش عبسية هايك ومش هاينة وبدأ ضمير لحد تالي قوم بيكون واحد سلموه سلطة ويمارس السلطة بضمير حتى كمان بمركز المسئولية اللي بتكون أنت بموقع المسئولية اللي بتكون فيه كمان في كتير التليفون وهيدا الشي اللي بيصير فيه ضغوطات أوقات بيحب من رسالته للشخص يعني ما بحب ما يكون واضح فيها مثلاً مثل عملية تبع رسال كانت تنعمل بغير طريقة شفنا كمان الجيش اللبناني أو كان كمان الكوة أمن الداخلة كمان تعرضوا لخطف ما بنا نتطرق لهيدا الموضوع بشكل عام بس أنه اليوم خلينا نشئ لك شغلي اليوم عم نحق من رسالته أولاً ما لشي ما لشي اليوم ما لأ فينا شو أنه تمرق هايدي من دوم ما نوضحها اليوم خلينا نحكي بقصة طرابلوس مبارح لأنه هايدي بعدها طازة وبعدها بالزاكرة يعني منيح منيح برجع لقصة عرسال طرابلوس مبارح طيب ركبين بجيب ضمن مدينته ضمن بيئته ضمن ضمن مجتمعه ضمن أصدقائه ضمن أهله ضمن محبينه طلع واحد بده يعمل عملية على يوم غدر طيب الغادر بس يصير فيه غادر مش بالسهولة إنك تقدر تعمل ردة فعل خاصة إنه ما فيك اليوم فيه وضع معين بس تقعد بمركز شهر وشهرين وثلاثة وسنة وتتعود على نمط معين مش إنه تهمل الأشياء الأساسية بس فيه أشياء صغيرة بطل تتركز عليها يعني بتضلج إنه إنه حاطت هننا دور وقاعد قاعدت ستة شهور سبعة شهور حاطت هننا دور عمتنا ودير طيب ما خلصنا ما مرأ حدا قدامك مش مش شي بتصير إنه تبرمجك شوي إيه بس سيدنا مش هدل بس مش هون المعادلة مش هون الحديث الحديث بقصة إنه انقتل العسكرية ونغدر أنا بدي شوف الخلفية من ورا هيدا شخص مطلوب وهيدا شخص خرج من السجن ما بدي شوف أنا التداعياتي اللي موجودة قبل هيدا ليه موجود أصلا برا لحتى يعمل هيدا الشي ويعمل ثلاث عمليات بفرد نهار ويصير فيه أربع شهده من المؤسسة العسكرية يعني هيدا شي كتير كبير صحيح صحيح التمن كان غيلي 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 هلا هوني إنه الفوطي بهيدا الموضوع للأسف 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 عندنا مشكلة الوسطات وعندنا مشكلة الدفاع عن عن ابن طيفتي شو ما كان السبب إذا كان على حق ولا غلطان طيب هل أدافع عن مجرم هلا عن مقاتل خلي نقل لك أنا عم تحسن إلي أنا ممنوع ممنوع بكتبي أنا ممنوع مش عن مجرم عن واحد ممكن إنه يعمل جريمي بعد عشر سنين عن واحد ارتكب هفو صغيري تجاه هالبلد أنا عم تحكي مازالة كتير حساسة بالأمور وما بسمح لهالي إنه إنه ناصر أو قيد أو إحكي بقصة واحد غلط بحق القنون شعر يعني أنا بقسم لك سؤال بس هوني بس ما فيك تعمم ما فيك تعمم أنا عاتي على العالم كله طيب هلأ العميد أنطوان أبو سمره هو قاعد على التلفزيون عم بيشاهد الأخبار عم بيشوف بيلاقي في ناس قاتلوا الجيش بينزلوا مناصرين لقلهم أو أهليهم أو زوجاتهم عم بيطالبوا بالإعفاء عن شخص يلي قيتها للجيش شو ما وقفا خليلي إليك شاهد اليوم بتخيل اليوم هلأ بهيدي الوضع بعد أسبوع صعب كتير إنما نحن مثل كل هالعالم بني آدم شو بيقولولو بني آدم ناس عطيهم مهلة شهرين وثلاثة بيبل شو يطالبوا وعطيهم مهلة ثلاثة أربعة شهور بيعملوا زيارات لك بعض السياسيين وبعض السياسيين بروحوا بيحكوا بوساطة لا حتى اللي بيهربون بيكونوا مرهنين على إنه هالعالم بلشت تنسى أو نسيت أنت بنتذكر بنتذكر بس يوقع المشكلة التانية مش هين هيك مش هين هيك المفروض إنه كل واحد بيحكي بوساطة لأحد المخالفين ولا المجرمين ولا لقيم بأي خطأ وخاصة تجاه هالوطن وتجاه الشعب وتجاه الجيش يحط حده بالحق شو الصعوبات اللي واجهتها بخدمتك بالمؤسسة العسكرية من ناحية الرسالة هايك في صعوبات بالرسالة اللي كتان تقوم فيها هل يا تورة هيدا الوساطة وهو الأشياء يعني أكيد تتعرض لقلهم اليوم ببعض الأشياء اللي بتصير كونك بقلب مركز أو مسؤول عن مجموعة بتأثر يعني أنا رسالة اليوم كون شخص نزيه يعني أنا اليوم اللي عم يسمعك عم يشوف قدامه شخص نزيه عم يعطيه مثاليات بمؤسسة العسكرية قد قدر تتحافظ عليها هيدا الشغلة لأنه أنت اليوم ما تقدر تأثر بأي سياسة أو بأي رجل ما بعرف مين غير صاحب قرار يكون هو عم بيقرر عنك أنا مش هايكي كنت لحتى لي ما أقوع على الإعلق بهيد الوضع ويجي التليفون لعندي بيجي عاش فيه هرامية فيه تاريتوبية فيه رؤساء كنت على طول أنا بس يوصل لعندي المخالفين حولوا لعن الرؤساء لحتى لي ما تصير الويساطة عندي لأنه لا بد إذا طولت الخبرية يعني للأسف بلبنان كل العالم تعرف كل العالم قلينا نحكيها بل على بساطة الأحمد يعرفتكم كل العالم تعرف كل العالم وكل العالم تعرف أنه بدوا يحكم أحدا لها تجذرسون وأنا بدي مارس أنا عاتي ما فيلي كنت على السريع أول ما قلقت حدا من المخالفين حولهم للسلطات الأعلى مني وساطة اللي بدي يصير فيه وساطات وساطة اللي بدي يصير فيه تدخل لات خليها تصير عندهم بكون أنا طلعت من أمرتي طلعت من صلاحيتي بطلت من صلاحيتي أنا صارت من صلاحية الأعلى مني يحطوا معه ويطلبوا منه وشو بيقدر يعمل ما بارس بس على الليلة أنا حميت حالي شخصيا نحن بدنا نحكي عن المؤسسة العسكرية عتناها حقا بدي كمان قبل ما يدهمنا الوقت بدي شوف معك بعد الخدمة الفعلية يعني بعد التقاعد صرت أنت خارج مؤسسة العسكرية اليوم رسالتك وين يعني اليوم بقلب ضيعتك بعرف كمان بحب ندوي على الدور يلي علاقتك الشخصية بالبطريارك الراعي يلي حضرتك كمان بطرتك علاقة شخصية لأنه حتى هو يكللك عذاب ما بتحب تقول للمشاهدين وعندك علاقة شخصية معه عندك حب للكنيسة وهذا الشي بجلساتي معك كذا مرة إذا طلب منك شيء بتعمله من كل قلبك عندك شغف بهذا الشيء وكمان زوجتك يلي بتوجه لها تحية كتير كبيرة يلي كمان بتشتغل بطريقة مباشرة مع صرح البطرياركة ومع بكركة مباشرة فعلاقتكن بالبطريارك الراعي هي خلتكن تكونوا عم بتعيشوا رسالة ولا لا شو طبيعة عملكم من أي طريقة بتخدموا شو عم بتعملوا فعليا هيك تحتى نقول للمشاهدين نفتخل نفتخل الحمد الله ببركته اللي بيمنحنا إيها مباشرة وبتحل علينا والحمد الله بتحل علينا هو ديرك زواجنا وصداقة نعتز فيها صداقة نعتز فيها الرسالة أصلا أنا اليوم يعني حياتي العسكرية أو أناية العسكرية حياتي العسكرية وأناية العسكرية عم جرب أني عيشها بالحياة اليومية وإيماني وإيماني المسيحي عم جرب أني عيشوا بحياتي اليومية واليوم قربنا من الغبط والعديد من الأصدقاء الإكليروس الحمد الله وكتار الحمد الله بتجعلنا أن نكون بهالأجواء هاي دي وإن شاء الله نكون عم نمشي متل ما هو لازم ما نكون نحنا كمان يمكن في مرات بنغش واحد بحاله إن شاء الله نكون عم نقوم عم نعيش الحياة المسيحية الصحيحة الرسالة يعني الرسالة بكل شيء بتعمله إذا فينا نقول كل شيء بتعمله وبتاخد أجرك أقل من المفروض إنك بتاخده بتكون الرسالة اليوم بدي أرجع أنا بهمني ركز على على شو اسمه على المهمة العسكرية مع وإن هي ما بعرف عدن نكتير نا لأ فيك تخل بعد بعض أي مش مشكلة بختام الرسالة طبعا الجيش من إعداد ومهمات وحرب وقصص في رسالة الفداء يعني اليوم العسكري بيفدي شعبه العسكري بيفدي وطنه سيدنا يسوع المسيح سلام لإسمه نزل بمشروعه الخلاصة على الأرض وكيف نفذ مشروعه الخلاصة بعملية الفداء بالفداء وقدم حاله كفار عن كل الخطأ لحتى يقدر يرجع يعملون وصل يقوموا من بين الأموات ويطلعوا على السماء مانا هيدا كنت عم تدور فيه بالمؤادمة كنت كانت دوت عندك أنه شو العسكري مصيره مجهول مجهول لأنه محتمل كتير أن يروح على مهمته ما يرجع هذا شي يعني فداءة بسبيل وطنه بس نحن نحن خلينا نقول أنه سلام لإسمه يسوع المسيح عمل الفداء لخلاص البشرية قاطبة نحن العسكري بيروح بيقوم بمهمة وبيوصل فيها لأنه يفدي وطنه ويفدي شعبه محصورة شوي بوطنه وبشعبه ولكن فيه رسالة فداء فيه رسالة استشهد فيه رسالة تضحي بالذات من شان الآخرين لحتالي ما يتقدر على المشي يعيشوا بأمان يصهروا بأمان يروحوا يقدسوا يصلوا بالجامعة هادي كلهم بمارسون مش 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 بالصدفة بمارسون لأنه فيه عسكري عم بيقوم بخدمة معينة وبرسالة معينة ممكن يتوصلوا بوقت معين أنه يستشهد ويطلع تروح حياته في داء للوطن وللشعب تب جنرال للمشاريع المقبلة يعني أنت اليوم من بعد تصريح تبعك وتقاعدك شو المشاريع عم تقوفي يعني وصلت لمرحلة بالجيش لرتبة معينة اليوم ظهرت حامل هيدا الرتبة وهيدا هم عندك هيدا حب كتير كبير وهيدا كمان عايشة فيك يعني بس اليوم فيه مشاريع مقبلة يعني على صعيد الوطن فيه شي معين عم بتحضره لا خليني أقول لك أنه نحن جاهز يعني أنه عملية إذا طلب منه شي للوطن أكيد طالما عندنا القدرة وعندنا الإمكانية الجسدية جاهزين للتنفيذ بس أنا على المستوى الشخصي اليوم عندي رسالتي بعتبرها بتربية العائلة وإيصالهم لمحل أنه يقدروا يبلشوا يكونوا حياتهم الخاصة في قدرتهم الزيتية لأنه أنا تأخرت شوية بالزواج وبعد بس هلأ بعد التقاعد صرت عم تشوفهم أكتر طبعا هذه في حسنات وفي سيئات في حسنات إنك بتصير تشوف العائلة أكتر بس في سيئات كمان إنك تشوفوك عم تقعد بالبيت كمان شوي لا بس أنا كان سؤالي هدفي في تصور يعني مثلا على مركز شيء يمكن لا لا على رئيسة بلدية أو على النيابة شيء لا 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 أبدا ألا تخيلت تعرف أكتر من كل العالم إنه أنا بعتبر رسالتي اليوم هي بيجناينة عندي أنا رسالتي اليوم إنه ساهم بي الإنماء الزراعي بضايعتي وبوطني هيدا هو لا طموح سياسي لأنه للأسف عقلتنا من بعد من بعد خمسة وثلاثين سنة بين خدمة فعالية وتقاعد وتربية معينة للأسف ما فيك تتعايش مع السياسة اللبنانية ما معرفة سياسة العالم كمان هاي خلي أقول السياسة اللبنانية ما فيك تتعايش معها لأنه وحتى التجارة اللبنانية ما فيك تتعايش معها لأنه للأسف بتحس إنه ما في شي باشي بخط مستقيم كله خلي أقول بيمشي بإتجاه هانيا بيمشي بيكور هايك أو بيكور هايك بس إنه هايك ما فيك أصلا أنا كمان بدي دوم صوتي لصوتك أمين نشكر الله على هالخبرة اللي أنا كمان هالعلاقة الشخصية فيك في محبة كتير كبيرة من العالم لإلك ومن دوم ما تعرف أنت كمان عن جات في محبة واحترام كتير كبير للعالم نحنا وصلنا لختم هايدي الحلقة بس بدي قبل منك هايك كلمة بتوجيها اليوم للمؤسسة العسكرية هايك من القلب نابعة من القلب شو بتحب تقول اليوم التوجيهات طبعك هايك كلمة للأشخاص قلبيا لكل الأفراد من دون أي يعني تمييز إن كان جندي أو من الضباط أو قائد جيش أو القلوي كلهم صوا طبعا أنا ما بدي هاودي إذا بتسمح لي واجه رسالتين في رسالة للعسكريين واللي هني بيعرفوها يعني هاي الأبثي طبع الجندية إنو أنت بس تتطوع وتفوت عالجيش أنت بكامل إرادتك وبكامل حريتك نزلت عن إشيه كثيرة وحطيتهم بالجيش يعني معاتش اليوم معاتش عندك حرية إنك تحكي رأيك لأنك تحكي رأي الجيش ومفروض إنك تحكي رأي الجيش لأنه الرأي الأسلام معاتش فيك تعمل أي شغلة لأنه بس تمرق عالطريق وحياة اللي تصرف تتصرفه بدي قولوا هاي دا عسكري بالجيش ما بيقولوا هاي دا ابن فلان لأنه مش بيضايعته لأنه بيعرفوه إنه اسمه فلان لأنه مش بيحيوا من شان هاي بدي يطلب منهم إنه يكونوا القدوي والمثال واللي هني بيطعبوا كتير بيكونوا وقالله يوفقوا لها التالي يكونوا القدوي والمثال بالنسبة للمدنية المدنية بديقلهم إنه إخوتكم العسكري بيحبوكم كتير وإذا تطروا إنه بس خلفوا القنون ينفذوا القنون وما يعجبكم طريقة التنفيذ هذا بطريقة غير مباشرة بيخلحكم يمكن يزعجكم إنتوا بس عم يحمي المجتمع يمكن يزعجكم إنتوا بس يكونوا عم يحكيوا عم يحمي وطن لأنه يمكن أنت على مستوىك الخاص زعلت لأنه وقفك على اليمين بخمس دقيقة بالشمس بس ما هايدي بمهمته هون بتوقيفك على اليمين بخمس دقيقة بالشمس لا يتأكد لأنه عنده معلومات سيارة مشابهة لسيارتك أو اسم مشابه لإسمك حمي الوطن من كيرسي فإذاً بتمنى إنه يتقبلوا ويحطوا برأسهم العسكري مش ضدهم العسكري عم يشتغل لصالحهم ولأمنهم أصلاً ما تعطى لهم في شريحة كبيرة أكثر ما بتدخل من قيطة عالطوف مع المؤسسة العسكرية خاصة مع الجيش اللبناني أنا بمتابعة لبعض البرامج ويوم كنت هيك عم بسمع برنامج صباحة بس يحكوا عن مؤسسة العسكرية فيه تضامن كتير كبير من الناس ومن كفة الطواقف هذي مهمة كتير واليوم الحمد للحمد لله برجع بكرر وبحب أكد إنه بوجود القائد الحالي العميد جوزيف عون عندنا وضع خاص وهو إنسان مميز وإن شاء الله إنه معه بنوصل لبر الأمان محل ما لازم نوصل إن شاء الله عميد المتقاعد أنطوان أبو سامر أنا بدأ أشكر حضورك معه ببرنامج مرسلون في العالم فعلاً حلقة غنية وقدرنا نشوف معك أكتر وأكتر اليوم كيف المؤسسة العسكرية وأيضاً الخدمة الفعلية من المؤسسة العسكرية كيف بتكون رسالة أنا بدأت شكر حضورك هايك بنكون عنه بياك عم نختم هذي الحلقة من برنامج مرسلون في العالم أعزائي المشاهدين نحن وصلنا لختم هذه الحلقة من برنامج مرسلون في العالم ضيفي العميد المتقاعد أنطوان أبو سامرة من بعد التعرف عليه وحكينا عن الرسالة بشكل عام فتنا أكتر وأكتر لحتى نشوف كيف أنا اليوم كعسكري اليوم كيف أنا كشخص من أفراد المؤسسة العسكرية ممكن كون عم بعمل رسالة بتصور شفته أكتر وأكتر كيف الاندماج بمؤسسة العسكرية إن كان بكيف اتفقيتها كيف ممكن كون أنا اليوم اليوم خدمة فعلية وعم أيد بي الرسالة الرسالة اللي أعطاها بالأخير العميد المتقاعد أنطوان أبو سامرة كانت واضحة جدا الرسالة فيها رسالة مزدوجة إذا بدنا نقول الرسالة اللي أقول للعسكر أكيد أنا برجح لكم متحية كتير كبيرة نحنا برجع بقول ما تمقلت بالمؤدمة عم النام مرتاحين بقلبي البيت لأنه أنتو صهرانين على أمننا في كتار من الناس اللي عم يدفعوا التمن غالي وعم يفضوا لبنان مثل ما قال ضيفي عن جد عم يعيشوا الفداء وهذه رسالة الأسمة يلي عيشها يسوع المسيح على الصليب الفداء من أجل الشعب من أجل شعب وكله سوى واليوم كمير العسكري يلي متشبع من روح المؤسسة العسكرية عم يفضي لوطنه لأنه يمكن ما ذكرت كتير بالبرنامج بس أنا حسب ذكرتي وقريتها مطرح أنه العسكري بيمضي أنه على الاستشهاد يعني محتمل يكون عم بيموت يروح على مهمه ما يرجع على بيته يمكن أوقات بيروح وبيرجع حتى يشوف عائلته بس مصيره بس يروح أوقات ما بيعرف حاله إذا بيرجع وهيدي كمان رسالة الأسمة وإذا لنا مدنيين يلي أوقات بنعمل نحن مراجل وحتى على الجندي بالجيش اللبناني بنعمل مراجل تكون أوقات متواضعين لأنه مثل ما قال ضيفنا بكتير مطارح هذه مهمة عم بيقوم فيها لا عم يفترع علينا ولا عم يعمل أكتر من ما لازم عم يعمله هو عم يعمل واجبه لبل أكتر من واجبه لأنه عنده حب لوطنه لما عنده حب للوطن بدخل للمؤسسة العسكرية اللي فيه انتماء أكتر وأكتر أنا بدي أشكر المتابعتكم لهذه الحلقة وألا معكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر